السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاي لكم فيديو جديد يا حبيبي النهاردة جاي اتلمكم عن هشام سليم وابنه او بنته اللي اتحولت الى ولد بس جاي بقى اتلمكم بيقول ان هي قالت له بكل صراحة ان هي عايشة في جسم غير جسمه جسمها الحقيقي فهو رحب بالموضوع وقال لها عايشي زي ما انت عايزة فبعدين جاي نور بقى اللي هو كان نورا كشف نجل الفنان هشام سليم عن كواليس الاعتراف لوالده برغبته الملاحة في التحول الجنسي من نورا زاد 18 عاما الى نور موضحا انه تردد عشرات المرات قبل ترك باب غرفة والده لاخباره حقيقة ما يفكر به جهرا اه وكانت صعبة عليه جدا يا جماعة وقال يعني هو لما قال لبابا بابا قال له ازاي اسعدك لما قال له ازاي اسعدك اه ابنه ارتاح يعني يحس ان الموضوع ابسط مما كان متوقعه يعني واوضح الفنان هشام سليم للمرة الاولى خلال اللقاء في طفولة نور كانت اختياراته سبيانية فهو يشتري المسدسات ويبتعد عن العاب البنات والعرايز ودفع الفنان ودفع الفنان للتساؤل بينه وبين نفسه ان ليه ليه التصرف كان كده اه واختياره كده بس كانت اه بعيدة عن عقله شوية ان هو يفكر في الموضوع ده اه وقال سليم كنت خايف اني اكون بعمل شيء خاطئ بتعرض لنور بالجلوس مع طبيب نفسي وسمع كلماته حول الهرمونات والمسائل واما اتمن ان الحكاية دي انت اكد لما يكبر وكنت اصير انه لازم اقف بجواره حتى يجد طريقة الذي يرغف بالسير به وفي المقابل بعيدة عن تجربة الافصاح عن قرار نور سليم سأل الاعلام الشاب حول شعوره بالحب تجاه فتا من قبل ويجيب نور شعرت بالحب وكان صعب كنت بفكر كيف ساحب وانا اتكلم معها وسط كل عائلتها لذا لم اكن ارغف في الموضوع حتى لا اقع في مشاكل يعني يا جماعة هو حب فتاة بس مش عارف كان يعني هيتقلب باباها ايه او ممتها ايه وهو في شكل نور نورة فكان لازم يخطو الخطوة دي ونصح سليم ابنه على الهواء بان يصبح اقوى لانه بعدما يكشف حقيقته اعلاميا ستواجه المشاكل في العمل والحياة فعلا يتواجه مشاكل في العمل والحياة كتير جدا لغاية ما الناس تتقبلوا وكان الفنان اعرف منذ يومين عن تقدمه الدعم لابنه نور في برنامج شيخ الحارة والجريئة وتلك كانت المرة الاولى للفنانة التي يعلن عنها خلالها اعلاميا على نيته حياة ابنه اعلاميا يعني شوفوا بقى الشكل ما بين الطفل والطفلة والشاب والشابة الطفلة كان ان هو مضطرب مش فاهم اي حاجة بس الشاب والشابة لازم يكون لولتزامات بعد كده في الحياة عايز يتجوز عايز يحب فتقبلوا يعني تقبل المجتمع له ازاي او كده الفكرة الاولى برضو ان ازاي الاب تقبل الفكرة دي هي صعبة على فكرنا جدا 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 ان ازاي هو سمح بحاجة زي كده او ان هو واخدها عادية بس تي خطوة جريئة هو عمل لابنه الصالح يعني وممكن يكون كان فعلا فعلا ربنا خلقه انه كده وبالذات لما دخلت بنته وقالت له انا عايشة في جسم غير جسمي وانا شايفة ان دي شجاعة منها باباها بيقول ودي شجاعة منها وهو شجحها على كده فأعنا بنتمنى لهم الخير طبعا ولو دي حاجة طبية والطب صرح بيها يعني احنا طبعا طبية يعني والدين طبعا ما نغيرش في خلقت ربنا لكن لو ربنا خلقه كده ليه ما نعملش حاجة هو يعرف يعيش فربنا يوفق الجميع وربنا عالم بكل انسان اللي جواه واشكركم جدا وما تنسونيش في اللايك وشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني مرسل اما